اشتركوا في القناة الثلاثة الموافغ 22 أكتوبر للعام 2024 ويجتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين الدعم السريع يقول إنه أسقط طائرة عسكرية في دارفور ولا تعليق بعد من الجيش اللواء المجذوب يقول إن ضمام كيكل للقوات المسلحة تم عبر عملية استخباراتية ناجحة وفات ثلاثة أطفال بسبب سوء التغذية جنوب الحزام وأزمة سيولة شديدة في أمدرمان حظرة جوال في العباسية تقلي وحمدوك ينتقد المجتمع الدولي ويطالب بوقف الحرب كانت تلك أبرز عناوين الأخبار والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا توافق بها فاطمة بريمة أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية أجنبية فجر الأثنين بمنطقة المالحة بولاية شمال دارفور مبين أن الطائرة تقاتل إلى جانب الجيش منبه إلى مقتل جميع طاقمها من الأجانب وأشارت إلى نشرها مقاطع فيديو وصور لحطام الطائرة بعد إسقاطها بما في ذلك مشاهد لجثث طاقمها وصور شخصية لهم ولجوازات سفرهم ووثائق أخرى تكشف هوياتهم والأماكن التي قدموا منها ولم يتسنى لراديو دابنجا التأكد من صحة الخبر والوثائق التي تم عرضها من مصادر مستقلة وحاول راديو دابنجا الاتصال بالجيش للتعليق لكنه لم يتلقى رد حتى موعد النشرة مساء قال الخبير العسكري اللواء أميم مجزوب إن عملية انضمام كيكل للقوات المسلحة تم عبر عملية استخباراتية ناجحة واعتبرها ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع في أقوى مواقعها في ولاية الجزيرة بوسط السودان وتوقع في مقابلة مع راديو دابنجا أن العملية سيكون لها تأثير معنوي وعسكري كبير على قوات الدعم السريع ويمكن أن تؤدي لفتح الطريق من الجزيرة إلى الخرطوم وتعمل على تسريع التحركات العسكرية ولم يستبعد أن يمتد تأثير انضمام كيكل على الأوضاع في سنار مشير إلى علاقة كيكل بأسرة البيشي وأضاف في هذا الخصوص العملية التي تم بموجبها إدخال كيكل إلى المقوات المسلحة أو استسلامه أو الاتفاق أي أن كانت التسمية بتقديري هي عملية استخباراتية ناجحة وعملية كبيرة تم بموجب ضرب مليشة الدعم السريع في أقوى مواقع أعلنت 12 من الدول والجهات المانحة في بيان مشترك رفضها المعاملة التي تلقتها البحثة المشتركة للوكالات الأممية في دارفور ووصفتها بغير مغبولة واعتبرت المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنيرويج والسويت وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات في بيان مشترك اعتبرت ما جرى سلوكا معرقلا مؤكدا أنه يتعين على الأمم المتحدة وشركائها أن يكونوا قادرين على التعامل مع جميع أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات المنغزة للحياة للأشخاص المحتاجين إليها بشكل عاجل أينما كانوا وكانت السلطات السودانية أجبرت وفد وكالات الأمم المتحدة الذي زار دارفور الإسبوع الماضي على مغادرة البلاد وعدم إكمال رحلته إلى جنوب دارفور ودان البيان استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية على الرغم من الإلحاح الشديد يواقع حوالي 20 ألف من طلاب وطالبات الشهادة السودانية مصيرا مكهول ويعيشون في حالة من القلق والخوف من احتمال ضياع مستقبلهم مع قرب إنعقاد امتحانات الشهادة السودانية الثامن والعشرين من ديسمبر نهاية العام الحالي وحتى اللحظة لم تفتح المدارس أبوابها بعد إغلاقها بقرار من السلطات المصرية منذ يونيو الماضي بحجة عظم مطابغتها للمعايير وقوانين الدولة لكن القرار شمل مدارس أصلا كان مرخص لها من جهاته أوجه رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية السفير علي يوسف مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوجيه باستمرار العملية التعليمية في المدارس السودانية بصورة استثنائية لعام واحد حتى لا يتضرر الطلاب السودانيين في مصر تعاني بعض مناطق الشمال مدينة مدرمان من شح السيولة النقدية مما أدى بدوره إلى تكدس الأسواق وضعف القوى الشرائية وقال تاجير بأمدرمان لراديو دابنغا إن الأسواق في المناطق الشمالية لأمدرمان تعاني من شح النقد منذ شهر أغسطس الماضي لكن تفاقم الوضع إلى شبه الإنعدام التام هذه الأيام وذكر أن شح السيولة النقدية أدى بدوره إلى ضعف القوى الشرائية في الأسواق اعتقلت السلطات بمدينة ضنقلا بالولاية الشمالية الأستاذ عمر المصباح يوم الأحد دون توضيح أسباب الاعتقال وأدانت لجنة المعلمين السودانيين الخطوة وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان يوم الاثنين إن قوى عسكرية بزي مدني ما تعرف بقوات العمل الخاص بمدينة ضنقلا اعتقلت عمر المصباح محمد طفع الله يوم الأحد عشرين أكتوبر الجاري وأوضح البيان أن عمر معلم بمنطقة ود الحداد بولاية الجزيرة ونزح إلى مدينة كسلا قبل أن ينزح مرة أخرى إلى مدينة ضنقلا بالولاية الشمالية وطالبت بإطلاق صراحه فورا أو تقديمه للمحاكمة تتفاقم معاناة النازحين بمحلية لقاوة بولاية غرب كردفان بصورة كبيرة بسبب غياب المنظمات الإنسانية وعدم قدرة المجتمع المحلي بالمحلية تغطيت احتياجات النازحين القادمين من بعض المناطق بالولاية وخارجها بسبب الحرب الدائرة وقالت زينب حريكة عز الدين الناشطة المجتمعية بمحلية لقاوة لراديو دابنقا إنهم يعانون في المحلية من عدم وصول المنظمات إلى مناطق الولاية بغرب كردفان بالرغم من حركة النزوح من مناطق الولاية إلى المناطق الآمنة بسبب الحرب هذه الأنباة تريد إليكم من راديو دابنقا اتهمت السلطة المدنية للسودان الجديد التابعة للحركة الشعبية الحكومة السودانية بالكذب والتضليل بشأن موافغة الجيش على فتح ستة مطارات من بينها مطار كادوغلي بالإضافة إلى سبع معابر برية وجاء اتهام الحركة الشعبية عقب إعلان مجلس السيادة في السودان في بيان يوم السبت موافغتها على فتح مطارات كسلا وضنغلو الأبيض بالإضافة إلى مطار كادوغلي حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر سلاسة إلى المحتاجين في السودان واتهم أرنون قتولولودي السكرتير الأول في الحركة الحكومة وقواتها مهاجمت مناطق سيطرة الحركة الشعبية في محور محطة كوركورايا للمفط وحجر الجوات والكورقل وتريد الحكومة من البيان التغطية على هذه التحركات وعرقلت مهام وكالات الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة حزب ما جاء في البيان أعلنت غرفة طواري جنوب الحزام عن وفاة ثلاثة أطفال بسبب سوء التغذية وسط ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض بين الأطفال إلى 550 حالة وأعلن المكتب الطبي للغرفة عن تلقي بلاغات عن وفاة ثلاثة أطفال دون العامين نتيجة لمضاعفات سوء التغذية فيما وصل عدد الحالات التي تتردد إسبوعيا على قسم التغذية العلاجية في مستشفى بشائر إلى 550 حالة وأكدت الغرفة وجود ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية بين أطفال منطقة جنوب الحزام مما يعرض حياة مئات الأطفال لمخاطر صحية جسيمة قد تؤدي إلى الوفاء جدت دكتور عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمغراطية تقدم التمسك بموقف التحالف الرافض لاستمرار الحرب منتغدا تعامل المجتمع الدولي مع ما أسماه حكومة الأمر الواقع في السودان ووجي حمدوك مساء الأحد خطابا للشعب السوداني بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر للعام 1964 قائلا إنها تمر في عامها هذا والبلاد تجهد نزيف دم ودمار غير مسبوق امتد زهاء العامين في حرب لم تترك لنا عزة ولا كرامة وقال إن الحل المستدام للأزمة السودانية لن يأتي إلا بوضع خطة شاملة تخاطب الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحرب الخبر الأخير في النشرة أعلنت السلطات في مدينة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين حظر التجوال في المدينة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها قرية الكرموجية جنوب المدينة خلال الإسبوع الماضي وحظرة الأكهزة الأمنية بمدينة العباسية تقلي أيضا استخدام أكهزة الاتصال ستارلينك من الساعة التاسعة مساء بالمدينة وافات مواطنون في المدينة لراديو دابنغا أن الإجراءات بدأت الأسبوع الماضي وأن أكهزة الاتصال تتم يتم جمعها بعد التاسعة مساء وتوضع في مكتب جهاز الأمن على أن يتم إعادتها صباحا إلى أصحابها انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دابنغا والآن مواصل ما تبقى لنا من برامج